مساع قديمة متجددة لإسكاة الآذان في مساجد القدس هذه المرة برعاية رئيس بلدية الاحتلال الجديد موشيليون الذي يعتزم وفقاً للمصادر الإسرائيلية حظر استخدام مكبرات الصوت بين الساعة الحادية عشر ليلاً وحتى السابعة صباحاً بذريعة منع الإزعاج رغم أن قانون إسكاة المآذن لم يصادق عليه بعد في الكنيسة الإسرائيلية ومع نهاية العام المنصرم وبموازات البناء الاستيطاني في أنحاء القدس كافة قدمت اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في القدس مخططاً لبناء أكثر من خمسة ألاف وحدة سكنية إضافة إلى غرف فندقية ومنطقة صناعية في منطقة تل اللبن التي كانت تقوم عليها قرية الولجة المهجرة قبل عام 48 مما يعني زيادة التضييق على قرية الولجة الجديدة وتوسيع الاستيطان في الخط الفاصل ما بين القدس الشرقية والغربية لمحو الخط الأخضر نهائياً في منطقة جنوب غرب القدس وعلى صعيد آخر أصدرت دائرة الأوقاف الإسلامية إحصائياتها التي تفيد بأن أعداد المقتحمين للمسجد الأقصى خلال العام المنصرم بلغ قرابة 30 ألفاً مسجلاً بذلك ارتفاعاً بنسبة 17% قياساً بعام 2017 ونوهت مصادر إسرائيلية إلى وجود تفاهمات بين الشرطة ومنظمات الهيكل تقضي بموافقة الأولى على استماح بزيادة أعداد المقتحمين للمسجد الأقصى مقابل امتناع عناصرهم عن أداء الصلوات داخل الحرم وكانت دائرة الأوقاف قد عبرت عن قلقها الشديد حيال تصاعد وتيرة الاقتحامات والانتهاكات للحرم القدسي التي تتم بحماية الشرطة وبتشجيع السياسيين الإسرائيليين وكانت المعطيات الإحصائية قد أفادت أيضاً بأن إجمال المنشآت التي هدمها الاحتلال في القدس الشرقية في العام الماضي قد بلغت 176 منشآة بزيادة بلغت 24% عن عام 2017 ليطال تأثير الهدم حياة 900 مقدسي لبرنامج القدس إيمان جبور قناة الغد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر